لن يضطر أحد من هؤلاء التلاميذ بعد الآن من الاستماع إلى ضجج مولدات الأمبيرات الذي يعكر صفو الدراسة كما لن يستنشق دخانا ينعكس سلبا على صحتهم والبيئة فمدرسة الفرح لراهبات مرسلات سيدة المعونة الدائمة في مدينة حلب تخلصوا نهائيا من ذلك بالإضافة لتحديات عدم توفر المحروقات بشكل كاف بعد تركيب ألواح كهروضوئية تعمل لتوليد الكهرباء بالطاقة البديلة طاقة البديلة الحقيقة هي من درجة الأولى صديقة للبيئة وبتعرف نحن خدتناها لأنه تعرف ظروف الكهرباء والمزوت بالبلد يعني هي كتير سهلت علينا والطلاب بحاجة لإنارة تعرف أنت هلأ كله الكتاب وهيك شي محتاجين لإنارة دائمة فشفناها كتير ممتازة خصوصا حسب توجيهات سيدة الرئيس كمان فضل أن يكون في استعمال الاتجاه للطاقة فقلنا ليش لا يعني عملنا جهدنا حاولنا أنه بركب نقدر نحصل على هذا الدعم نشكر الإيدان البيضاء يلي ساعدونا عن طريق الكنيسة وأداسة البابا نعتمدنا على الطاقة البديلة فشي دائما متجدد فهذا المشروع سأخذنا أننا نعتمد على المواد المتجددة أكثر من المواد الغير متجددة مثل يعني بيجي أنه ضوء ومنتدفع بالشدة وما بظل فيه صادم والدي يعني هو صار أحسن طبعا يعني لأنه كاننا نعتمد على أمبيراد وكتر هيك شرلات فهلا صار أنه بعد ما نعتمد فيه صار دهقة شمسية وهيك شرلات يعني صارنا نعتمد عليها أكتر يعني يبين ضياء أحد العاملين في مجال الطاقة البديلة أن العمل لم يستغرق سوى أيام قليلة اختصرت سنوات من التعب كانت قد واجهت المدرسة من ناحية تأمين الإنارة والمياه الدافئة في فصل الشتاء في ظل الواقع اللي عم نعيشه نحن اليوم بسبب قلة المحروقات وقلاء الأمبير لتجئت العالم لثقافة الطاقة البديلة انتشار واسع كان على الصعيد الزراعي والتجاري والمنزلي حتى المدارس اليوم نحن صرنا نشوفها بالمدارس والجامعات والمشافي والمعامل حتى أنا بحكي فنيا أنه اليوم وأتلعب ركب جهاز زكي هذا الجهاز الإنفيرتور يعطيني الفولت الأمبير الهيرتز بشكل كتير نظامي وهذا كتير شيء كويس للأجهزة الإلكترونية الموجودة بالمدارس بالجامعات كالكمبيوترات طابعات من يشاهد شوارع وأحياء حلب يدرك تماما ما تسببه مولدات الأمبيرات للأهالي من ضرر على الصعيد البيئي والاقتصادي ولعل ثقافة الطاقة البديلة التي بدأت تنتشر لا سيما في المدارس تنهي هذا الحال وتغيره للأفضل أنص رمضان الإخبارية السورية حلب